كارثة انهيار المبنى في شارع فالسحف الأشرفية حضرت كأولوية في اجتماع كتلة المستقبل الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السانيورة وإذ طالبت الكتلة البلديات بالكشف على الأبنية القديمة أو المتصدعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحقول دون وقوع كوارث مماثلة شددت على ضرورة إقرار قانون عصري للإجارات والتشدد في تطبيق قوانين البناء تسني كتلة المستقبل على قرار الحكومة بالتعويض على ضحايا المبنى المنهار في بيروت وهي من جهة أخرى تؤكد على ضرورة مبادرة الحكومة للتعويض سريعا على شهداء منطقتين وادي خالد وعرسال وتوقفت الكتلة أمام استمرار ما وصفته بالمراوحة الحكومية المضحكة المبكية في آن إزاء موضوع تصحيح الأجور